كيف تطورت التقنيات الخلوية من 1G إلى 5G؟ اكتشف ذلك في أحدث ورشة عمل لدينا استكشف التطورات التقنية الرئيسية لكل جيل وافهم كيف شكلت مشهد الاتصال اليوم هذه الورشة مثالية لطلاب الاتصالات والمهنيين وعشاق التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى فهم التغيرات والتأثيرات التقدمية في مجال الاتصالات الخلوية تأكد من الإعجاب والمشاركة والاشتراك للحصول على المزيد من المحتوى المميز انقر على إيقونة الجرس لتبقى مطلعا تماما تماما الله يعطيكم ألف عافية مهندسين ومبدعين ومذهلين سوريا العظيمة أحب أرحب فيكم فرد فرد شخص شخص على حضوركم لهذه الورشة الكريمة مبسوطين جدا لوجودكم معنا تفضل مهندس النوال مرحبا مهندس سيفي أعطيكم العافية جميعا الله عافية عمرك أعتذر جدا على المقاطعة بس فيه ميسج على الشات مهندس فكيل حضرتك يعني حضرت معنا في ورشة سابقة وحصلت على شهادة تحضر وفعليا حاولت أن تواصل مع حضرتك لكن الرقب اللي مساجلة فيه مشكلة فنحن أرسلنا الشهادة على الجروب بس إذا كنت أنت مش موجود في الجروب وما قدرتش توصل فيها يريد بس بعتلي ميسج على الواتساب واللي حاليا هنكتبلك في الشات وحا تسلم الشهادة بس بعتلي ميسج لو سمعت تمام إذا كنت سمعني حاليا استمر مهندسي في المايك معك ومع ذلك عن مقابل تمام ما في مشكلة لا لا ما في مشكلة أهل وسهلا فيك مهندس نوار كل احترام فبحب أرحب فيكم جميعا 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 وإن شاء الله جميعا تكونوا بخير سواء كنتم مهندسين بسوريا أو بأي إقليم من إقليم الوطن العربي إن شاء الله رح تكونوا تستمتعوا معنا في هذه الورشة الجميلة الممتعة وحنحاول إن شاء الله نستمتع مع بعض ونحلق مع بعض على كوكب اسمه كوكب 5G بس أنا من بعد إذنكم يعني المايكات حتكون مقفلة في هذه الورشة فبالتالي أنا رح يطلب مني في خلال الورشة حتى نزيد الموضوع متعة إنه أطرح على مسامعكم الأسئلة المختلفة فممكن يتجاوبوا على الشات وأنا بقرأ إن شاء الله الإجابات ونتناقش فيه الإجابات الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نشيري الشاشة معاكم الآن بسم الله الآن حتى يعني نتناقش مع بعض هيك ونحكي مع بعض قبل من نفوت على الورشة بدي أسأل سؤال وتجاوبوني على الشات جميعا من بعد إذنكم هل تقنية الفايف جي هل تقنية الجيل الخامس شبكات الجيل الخامس هي تقنية وليدة اللحظة أم أن هذه التقنية بنيت على تجارب وتراكمات ووجدت من عائلة كبيرة معروفة هي فرد من أسرة كبيرة خلينا نحكي ما بدأ نقول نعم ولا نقول لا أو هيك نكتب عشان إيش عشان يعني أقرأ ليست ولدة اللحظة شكرا يا خالد بنيت بداء من الفور الجي تراكمات طورات الأجيال السابقة شكرا يا عيسى وردفان تجارب وتطوير ممتاز وعد تجارب وتراكمات طوير القاعدة السابقة أحسنت كل عشر سنين في جيل مع ممتاز طورات الأجيال ممتاز ممتاز إجاباتكم ممتازة جدا جدا وممتعة صحيح مهندسين تقنية الفايف جي ليست تقنية والدة لحظة يعني دائما وأبدا لما نبحث على الفايف جي في وسائل التواصل الاجتماعي دائما ما يرتبط بهذه التقنية تاريخ عشرين عشرين فأنا بقول يعني هل إنه العلماء والباحثين الكبار العمالقة في هذا المجال هل إنه في فترة الكورونا والناس معطلوا ما عندهم شيء كانوا قاعدين هيك عطاولة بشربوا كاسة شاي وبقولوا مثلا إحنا يلا خلينا نبتكر تقنية جديدة اسمت الفايف جي أم إنه هذا الشيء كان أصلا موجود في الأبحاث العلمية منذ زمن وقتل بحثا زي ما بقولوا وبعد ذلك صار فيه تطبيق على أرض الواقع لتقنيات الفايف جي في فترة عشرين عشرين وما بعد فهذا هو حقيقة مهندسين الكرام أنه تقنية الفايف جي موجودة في صدد البحث العلمي منذ زمن يعني ما تخيل بالألفين وتسعة والفين وعشر كانوا يقترحوا تقنيات تتعلق فيما يتعلق في جيل الخامس فهي ليست وليد لحظة إنما هي وليد التجارب وتراكمات وخبرات وعقول وأزمنة لتطبيقها وجودها حاليا عرض الواقع إحنا تائما الآن في تقنية الفايف جي وخامقول قانيني نحكي الأبليكيشن وتطبيقات الموجودة قد تذهل الشخص وتحجبه عن تقنية الجيل السادس حاليا لكن أنا أتكلم في المستقبل وأحكي لكم مهندسينا الآن تقنية الجيل السادس موجودة على البحث العلمي يعني الآن لو تفتح أنت على الجوجل سكولر وهو الباحث العلمي لخدمة الباحث العلمي اللي بتقدمها جوجل لو تفتح على الجوجل سكولر وتكتب الجيل السادس أو تكتب 6G تكنولوجي رح تلاحظ وتكبس إنتر حتشوف الكم الهائل من الأبحاث العلمية التي تستعرض فكرة 6G وإلى آخره لذلك دائماً أبداً البحث العلمي يسبق أرض الواقع هذه قاعدة أساسية نتكلم بها كثيراً البحث العلمي يسبق الجيل يسبق الأرض الواقعية فبالتالي الجيل الخامس موجود منذ زمن طيب أما بالنسبة مهندسينا لما يتعلق في ورشتنا اليوم الـ 5G Revolucion Navigating the Future of Conductivity نحن نتعرف مع بعض على الـ 5G كتكنولوجي إنه هي عبارة عن فرد من أسرة عملاقة وكبيرة ونعرف الـ 5G سرعات الـ 5G الماركت السوق تبع الـ 5G حالياً الموجود شو هي أبرز تطبيقات الـ 5G الموجودة على أرض الواقع شو هي الخدمات الأساسية اللي إجت الـ 5G حتى تتحققها وما قدرت الـ 4G إن أتحققها ما هو الفرق الأساسي بين التقنيات الجيل الرابع والجيل الرابع المطور اللي هو الـ 4G Advanced وتقنيات الـ 5G ثم نختم بعدة تحديات للـ 5G غالباً ما نختم مثل هذه الورش نخدمها بالتحديات لذلك ليش يا مهندسين؟ حتى نعزز على فكرة أنه لا يوجد شيء كامل على هذا الكوكب كل تقنية موجودة لها إيجابيات كثيرة كثيرة إلا أنها تحمل في طياتها شيء من التحديات الأستاذ أحمد الجميل الرائع ذكر ذكر النقطة ولكن تحمل في طياتها ما وراء النص اللي ذكر الأستاذ أحمد هو نسبة تفاؤل يعني قال أنه الآن ممكن في بلدنا سوريا غير موجود مثلاً حضور الـ 5G على أرض الواقع بقوة ولكن صدقاً في هذا الكلام نظرة تفاؤلية أنه راح يكون هذا الشيء مطبق بإذن الله على سجل في سوريا وغيرها من الأقاليم الدول العربية وذلك ليش؟ لأنه مهندسين يعني هذا أصلاً مدروس يعني تقنية الـ 5G لما ينزلوها ما بيقولوا خلاص أن ننطبقها في كندا في ألمانيا في أوروبا لأن هذه الدول دول الشرق الأوسط ودول آسيا وأفريقيا بيكون لها حضور يعني بتكون ضمن الخطط وضمن الدراسات موجودة لذلك لذلك راح يكون فيه تشالينجز إحنا بنقول راح يكون فيه تشالينجز راح يكون فيه تحديات هذا ما نقصده لما نقول لحد الآن الـ 5G مش موجود عرض الواقع في سوريا يجي كثيراً لحد الآن الـ 5G في العراق يعانوا في إشكالية تركيبه ليش؟ مش لأنه ما بدنا نقول يعني لأنه هذه العكومات لا لا نقودها لا لا نحن علميين نحن علميين تقنين لا ندخل في هذه التفاصيل لأن ندخل في تفصيلة مهمة جداً وهي أن كل تقنية ليديها تحديات معينة في تطبيقها في بعض الدول لذلك ستأخذ بعض من الوقت ولكن لا شيء يدعو للقلق بإذن الله فهذه النظرة التفاؤولية طيب بداية الـ 5G مهندسينا زي ما حكينا زي ما أنتم شايفين بالصورة لأمامكم هاي الـ 5G هي حفيدة لعائلة كبيرة جداً اللي هي من سميها عائلة الموبايل كومينيكيشن أو السيلر سيستم نظام الخلوي أو نظام الأجيال الاتصالات الخلوية التي كلها يتابع ضمن عائلة كبيرة أيضاً في الاتصالات تسمى الوايرلس كومينيكيشن على الاتصالات اللاسلكية فمهم جداً كمهندس الاتصالات تكون على اطلاع انها هذه الخدمة أو هذه التقنية لأنا بتعلم عنها الآن وين جاي؟ وين موقعها بالخارطة الاتصالات؟ الآن نقول اتصالات بعدين منفرع اتصالات لاسلكية بعدين منفرع نفس الاتصالات اللاسلكية اتصالات خليوية بعدين اتصالات الخليوية هون نستعرض الموبايل جنريشن أجيال الاتصالات وأجيال الاتصالات للموبايل هون بتدخل عندي تقنية 5G فهذه موقعها على الخارطة الاتصالاتية ال-1G بلشنا في طرحه بفترة الثمنينات من القرن الماضي وكان هذا عبارة عن تقنية للاتصال عن بعد اتصالات خليوية لاسلكية عن بعد تنقل البيانات والمعلومات من وإلى لكن القضية والإشكالية في هذه التقنية ال-1G كانت تستخدم ال-voice يعني كان ال-voice يعني مكالمات صوتية فقط وهذه المكالمات الصوتية كان تمثيلها تناظري تمثيلها تناظري يعني كانت analog signals يعني إيش؟ يعني خلينا نحكي إشارات تنظرية لما نقصد إشارات تنظرية نتذكروا في الجامعة والطلاب الحاليين الأكارب الموجودين على مقاعد الدراسة ال-analog يعني هذه السيجنال بدي أتعامل معها as a sinusoidal يعني as a wave as a mouge فطبيعي جداً هذه الموجة لم أتعامل معها بهاي الكافية ستكون عرضة للتشويش والضجيج والتداخل بشكل كثير كبير لذلك كان يعاني حقيقةً الجيل الأول معاناة كبيرة جداً فيما يتعلق في موضوع التشويش وموضوع الضجيج هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا بتلاحظوا شكل الجهاز كان لاحظوا طلطل عليه هذا شكل الجهاز كان كبير جداً كبير جداً يعني ما بنحط في الجيل هذا الجهاز كبير جداً لازم نضل ماسكه ورايح فيه يعني تحتار وين تحطه إذا أنت روحت مثلاً في قطار ولا في طيار بيضل معه ولا في مكان معين تحتار فذلك هذي كمان كان ثقيل لذلك وكان فقط مكالمات صوتية لأن لما بلشنا بعد عشر سنوات زي ما حكى المهندس الكريم اللي كتبنا على التشات يعطي ألف عافية بعد عشر سنوات من التفكير والتطوير ومن الإبحاث العلمية استطعنا أن ننطور على تقنية الـ 1G لتصبح تقنية الجيل الثاني أو الـ 2G وهنا أنت بتقدر تسمع أو أذكرك شو كنت تسمع بالـ 2G كنت تسمع تقنية الجي أس أم Global System for Mobile Communication تقنية الجي بي آر أس تقنية الإج وغيرها من التقنيات هذه كل التقنيات هذه كل التقنيات هذه اللي كانت تستخدم في بعض ضياتها Time Division Multiple Access و Frequency Division Multiple Access هذول ك Multiple Access Technique اللي هنا عبارة عن يعني هنقول العمليات أو تقنيات للدخول المتعدد على القناة هذا كله كان يستعرض في تقنية الجيل الثاني ولذلك هي فقط ليست فقط صارت مكالمات صوتية إنما أصبحت مكالمات صوتية رقمية Digital صنعنا نتعامل مع Digital لما أتعامل مع Digital معناته أتعامل مع Zero و Once معناته أتعامل مع يعني مش الموجة كلها ككل أتعامل مع Samples من هذه الموجة فبالتالي أنا هنا بلشت أدقك أكثر صار عندي Signal Quality أفضل فصار في عندي مقاومة أكثر للنويز الطجيج والتشويج والتداخل فإذن الميزة التوجي هي كان مكالمات صوتية على الديجيتل فكانت أوضح وأفضل من الOneG وبالإضافة صار في خدمة جديدة ومستحدثة لخدمة الـ SMS اللي هي خدمة الرسائل القصيرة صار موبايل يقدر يبعث خدمة رسائل لكن محدود بيتوقع بعدد معين من الأحرف مش أكثر من توقع 16 أو 20 حرف بعد ذلك صار في تطوير لاحظوا دائما وأبدا طبعا ليش بيصير في تطوير أنا بدي أفهم والله أنا بدي أفهم منكم ليش بيصير في تطوير يعني خلص طالما هذه التقنية موجودة عرض الواقع يعني تستطيع أن تخدم ليش بيصير في تطوير حكوا لي بل أكتبوا لي عاب أسمع منكم مهندسين بدي أعمار أيوة 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 هاي إجابة جميلة عد شات عد شات لو سمحتوا مش بالمايكات لو سمحتوا هاي الإجابة جميلة يا خالد خالد الموسى مهندسين ممكن نفتح المايك نهاية الورشة لإستقبال الأجوبة أو الأسئلة أو استفسارات ما في عندي أي مشكلة من عيني هاي قبل هاي ولكن الآن بدي أكتشاركوني على تشات من بعد أنك مهندس صحيب طيب خالد إجابتك جميلة الطلب الزائد والأجهزة الجديدة والخدمات الصناعية جميل معالجة المشاكل جميل جدا فكرة جديدة زيادة عدد المشتركين يعني خليني شوي نبعد عن هاي الأمور يا جاجة أيوة ممتازة يا مهندس محمد احتياجات جديدة احتياجات الأشخاص المجزئة اللي سرعا ممتاز ممتاز ما شاء الله عليكم بحاجة تطور إجباري صحيح إجباري نعم إجباري لابد أنه واكب لأنه سرعات أكبر معدل سرعة نقل تلبية حاجات التطور أحسنت واكب التكولوجيا ممتاز أحسنت ممتاز تماشي مع تطور التكولوجيا ممتاز 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 جميعا ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم صحيح يا مهدسين لأنه في عندي متطلبات العصر الآن في عصر في عصر من العصور استوجب علينا نستخدم نستوجب علينا نستخدم الجوجل ميت حتى نتناقش ونحكي مع بعض ونعمل ورشات أونلاين فصار لازم معدل سرعة نقل بيانات أكبر فصار لازم نتخلى عن تقنية ونفوت على تقنية ذاتية وبالتالي هذا هو اللي صار يا مهندسين احنا بالتسعينات كان عنا التوجي بالألفينات دخلنا في تقنية الثري جي فصار في عندي الاشي المتطور مش فقط مكالمات صوتية رقمية ولا فقط الاس ام اس صار عنا دخول على شبكة الانترنت وإذا تذكروا طفرة النوكيا إذا كانوا نوكيا يطلعوا جهاز وراء جهاز اللي كنا نسميه بالوطن العربي الدمعة والهمر والبيتزا هيك كان أسماء الأجهز قديما يعني الجيل القديم بيعرف هذا الكلام فصار هاي طفرة إنه هاي من خلالها تقدر تدخل على الانترنت لكن بنسبة محدودة يعني مش مفتوح الموضوع لدرجة إنك تفتح اشياء ثانية أو مثلا تحضر فيديو كامل لا هي حتى الصورة كان في عندها إشكالية لما تفتح فبالتالي صار في دخول على الانترنت صار في اليوزرز إنه تقدر تدخل على الانترنت السرعات إلى حد ما زادت صارت الأمور إلى حد ما جيدة وكانت كافية كجيل ألفينات لكن بعد هيك مهندسين صار متطلبات أكثر صار في تطور صار في حاجة لمواكبة صار في طلب متزايد المستخدم دايما في عالم التصوات احفظوها القاعدة هاي المستخدم اللي في عالم التصوات دايما شره 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 عنده إشي اسمه شهية الاستهلاف يعني ما برضه يعني هسه مثلاً أحكي لك أنا وأنت مستخدمين فعلا وياك يعني إحنا داخلين تحت هذه القاعدة فلما يجي يحكي لك والله يا مهندس عندك سرعة ومش بالزيادة في البيت وصاحبك أو جارك بيستخدم أوبريتر ثاني مثلاً عنده سرعة مبتازة قادر إنه يحضر المباراة لايف بس أنت مش بتحبب تبدأ بتحضرها لايف فهنا بدخل في ذهنك إنه طب ليش أنا ما أكون ليش ما يكون زي زيه يعني ليش هو أفضل مني فهنا بصير في عندك إنه لازم بدي سرعات أنا بدي أشوف بدي أغير وهكذا فدائماً وأبداً المستخدم في عالم التصوات هو شره ويحتاج المزيد من الداتا يحتاج المزيد من السرعات لذلك دخلنا على شبكات الجيل الرابع اللي كانت تحمل في طيادها التطور هائل جداً وطفرة ومع الجيل الرابع الجيل الجديد بعرف والجيل القديم اللي حاضر العصرين بحضر وبعرف طلع عندي التليجرام وطلع عندي الواتساب وطلع عندي الفيسبوك طلع عندي الانستجرام وطلع عندي هاي الأمور واليوتيوب برز اليوتيوب اليوتيوب ترى قديم ولكن برز بطريقة كبيرة جداً في خنقول شبكات الجيل الرابع طمعا فدخل عني صار عندي مكالمات صوتية رقمية صار عندي SMS صار عندي قدرة على الدخول على انترنت بسرعات عالية جدا في هذهك الفترة وصارنا نبدأ ندخل على انترنت خلصنا شبكات الجيل الرابع ودخلنا على الجيل الرابع المطور وصار هو نفس شبكات الجيل الرابع إلا أنه سرعات أزواد إلا أنه delay delay وتأخير أقل إلى آخر ولكن بعد ذلك دخلنا في 2020 في شبكات الجيل الخامس ولاحظوا وتمعنوا وتأملوا في الصورة أن شبكات الجيل الخامس لا تتعامل فقط مع موبايل لا تتعامل فقط مع جهاز تلفون أو تابلت أو لابتوبس هي تتعامل مع مصطلح جديد إن درج تحت شبكات الجيل الخامس احفظوه وفهموه ضروري جدا لمواكبة العصر هو الـ IoT Internet of Things إنترنت الأشياء فالجيل الخامس كشبكة كبيرة تستطيع أن تعمل connectivity أو تعمل تواصل بين أجهزة كثيرة جدا ومختلفة وليست فقط الجهاز الهاتف اللي أنت شايله بين إيديك فمن تلك Things أي إيشي ممكن تتوقع الساعة اللي ممكن تلبسها ممكن تكون connected to the Internet النظارة اللي بتلبسها connected to the Internet الخاتم اللي ممكن تلبسه في أصبعك connected to the Internet فرشاية الأسنان اللي تستخدمها connected to the Internet الثلاجة في بيتك connected to the Internet المكنسة الكهربائية connected to the Internet كل هذه الأشياء نسميها أشياء ذكية قادرة على التواصل مع الإنترنت وقادرة شبكة الـ 5G أن تحتوي مثل هذه الأشياء لذلك لو نسأل أنفسنا سؤال ليش إحنا استخدمنا الـ 5G وشو المتوقع من تقنية الـ 5G وشو ممكن الـ 5G تعمل فأقول لك عشان الـ 5G لما تم طرحه تم طرحه على releases سيما حكينا إحنا بللشنا بالـ 2010 في الـ 4G لـ 2020 لابد ما بلشنا نطرح كان الـ 15 وـ 2017 بداية تثبيت الـ 5G على الأرض الواقع بعد الـ 2020 بلشنا نشوف تثبيته في معظم دول العالم ودول الشرق الأوسط فليش إحنا بدنا الـ 5G؟ عشان ثلاث أمور معينة بنسميها إحنا services خدمات ليش إحنا بدنا الـ 5G؟ مني بدنا الـ 5G مهندسين عشان ثلاث أمور؟ أول أمر منسميه الـ EMPB اللي هو الـ Enhanced Mobile Broadband إيش معنى هذا الكلام يا مهندس؟ معنى هايث روبوت كمان أنا يا مهندس مش فاهم يعني سرعات عالية جدا 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 سرعات عالية جدا 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 طيب النقطة الثانية يا مهندس شو هي؟ بقول لك الـ MMTC الـ Massive Machine Type Communication شو يعني يا مهندس هذا الكلام؟ يعني شبكة قادرة على أن تتواصل وقدرة على أن تحتوي وتتضمن بداخلها آلاف مؤلفة من الأجهزة المختلفة يعني شبكة قادرة تواصل آلاف الأجهزة مع بعضهم وبعض وتحتويهم وتعملهم connectivity وأقول لك نعم شو هي هاي الشبكة؟ شبكة الـ 5G شو هي هاي الخدمة اسمها؟ Massive Machine Type Communication طيب النقطة الثالثة أو السيربس الثالثة اللي إيجت الـ 5G حتى تتحققها وهي الـ URLC الـ Ultra Reliable Low Latency طيب إيش معنى Ultra Reliable Low Latency؟ معنى أقل ديلي ممكن أقل تأخير ممكن كمهندس اتصالات لازم تكون عارف أنه فيه إشي اسمه عندي سرعة دائما في أي تقنية في عندي إشي اسمه سرعة وفي عندي إشي اسمه ديلي تأخير سرعة وتأخير لازم نكونوا في بالك فالسرعات اللي بتقدمها الـ 5G هي سرعات كبيرة جدا مقارنة بالأجهال السابقة أما بالنسبة أيضا للدلي فهي كدلي بتقدم أقل يعني minimum delay أقل دلي ممكن شو يعني دلي يا مهندس؟ يعني أنا لما أتكلم هسا الكلام ها إذا أتكلم وأنا معك الآن عبر أثير الانترنت والGoogle Meet فلأتخيل لو أنا فيه تأخير في صوتي رح يبلش إيصالك الصوت بشكل متأخر رح أكون أنا فاتح موضوع ثاني رح يقطع الصوت ويفوت دغري على طبقة صوت ثانية بتكون تشرح في إشي متقدم فما رح تقدر تفهم عليه أو إنك بتحكي بمكالمة مع الشخص بتقول له السلام عليكم كيف حالك فهو ما بسمع كيف حالك إلا بعدين بعد فترة بقولك أنا منيح هذا اسمه delay هذا الدلي عادي يكون بمكالمة صوتية هذا الدلي اللي أنت بتشوفه لما تفتح اليوتيوب وتحضر بتظل هاي الدوارة اللي بالنص تلف بعدين بشتغل فيديو بعدين بترجع تلف هذا الدلي الآن هذا الدلي عادي يكون على فيديو عادي يكون على صوت بس هذا الدلي مش عادي يكون في تطبيقات حساسة جداً جداً رح أجي أحكيها أنا وإياكم أساً في تطبيقات معينة بتقدمها لـ 5G مش عادي يكون الدلي كبير لازم يكون الدلي قليل حتى هذه التطبيقات تعمل بشكل فعلاً لذلك حتى أقيس مدى استيعاب المهندسين الموجودين معي أنا ما بحب بصراحة أشرح لحالي فأنا بجي بحكي يقول ليش بنيت شبكات 5G ما هي أهم ثلاثة خدمات أساسية لو أنت مش حافظهم بالانجليزي ما عندي مشكلة أو اختصاراتهم اكتب لي إيش فهمت من كلامي يلا بسم الله شو هي الثلاث خدمات اللي إيجت هي تخيل نفسك جالس مع أشخاص أصحابك من تخصصات أخرى أو تخيلي حالك أنت كمان جالسة مع صحاباتك من تخصات أخرى وشافوا أنك أنت مهندسة أو أنت مثلاً مهندسة شبكات أو مهندسة صلاة أو IT أو كمبيوتر وسألتك 5G طب ليش نزلت 5G؟ طب هاي الفور جي ما يقدر نشوف مباراة ما يقدر نشوف فيديو 4K ما يقدر نحطر فيلم كتير الهاي دي فينيش انتبعه ليش إحنا بدنا شبكات الجيل الخامس؟ شو بترد عليها؟ أو شو بترد عليها أصحابك؟ يلا بسم الله سمعوني إجاباتكم جميلة سرعات جداً عالية وتحميل كبير تمام إنترنت الأشياء جميل الوصول هذه زمختلفة بأقل تغيير زماني ماشي مم مم ممتازي خل الـ الـ حلو ممتاز صحيح صحيح طيب أنا بدأت أعتبر حالي واحد من صحابكم وأسألكم طب يعني هاي الأمور ما كانت موجودة بالـ 4G؟ يعني هاي الأمور ما كانت موجودة بالـ 4G؟ أنتو بتحكولي سرعة كبيرة بتحكولي تأخير قليل بتحكولي كذا 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 طب هاي الأمور ما كانت موجودة بالـ 2G؟ بالـ 4G عفواً شكراً محمود فايز كانت موجودة بس بنسبة محدودة نعم موجودة ولكن حدود السرعة والتأخير أعلى يصل إلى 100 ميلي ساكند يعني خاناعدلها شوي خالد مع بعض أقل من 100 هي تقريباً اللهم صلي على سيدنا الله يعني 40 بقدر أحكي لك 40.50 ميلي ساكند خالد صحيح ممتاز نعم كانت موجودة حتى أنت متطويرها ممتاز ممتاز كانت موجودة هاي مهم جداً ممتاز صحيح الجيلة الرابعة 100 ميجا 100 ميجا إيش أسامة حكيلي 100 ميجا إيش بالضبط 100 ميجا بتبر سكند 100 ميجا بتبر سكند ممكن يوصله بالـ 5G تم اعتبار التقنية السطح طيب ممتاز جداً ممتاز معناته أنت المهندسين مراكزين معي أموركم تمام تمام وتمام بدي أقيص ما ده بس الرضا مستمتعين معانا بالرحلة على كوكب 5G اكتبوني احبطونا أوكيات أو كذا مبسوطين معانا على كوكب 5G كوكب 5G ممتع جداً 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 راح تمبسطه طيب ممتاز 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 الله يرضى عليكم طيب طيب افهمنا الثلاثة services طيب يا مهدس شو يعني 5G يلا يمهدس اختصر لنا الموضوع بقول لك 5G هي عبارة عن تكنولوجي معينة وهي عبارة عن امتداد لعائلة موجودة في الاتصالات اسمها 2G وال3G وال4G فكان عندي 5G ولكن 5G هي الشبكة الأسرع والأعلى والأقوى من بين هذه التكنولوجي تمام لاحظ معي شو حكيتب لك أنا it is marked by ambitions أو ambitious theoretical targets ايش يعني هذا الكلام انه هي هذه الامور راح نطرحها على مسامعكم والأرقام هي ليست موجودة حالياً على أرض الواقع وإنما هذا بيسموه طموح يعني هاي اسمها اسمها أرقام نظرية أرقام نظرية وطموح عند العلماء والحلو في مجالة صلاة أن العلماء بيحطوا لحالهم هدف أو بيحطوا لحالهم طموح معين لتحقيقه وبالتالي بيقول لك بيتوقعوا من شبكات الجيل الخامس لما يتم تطبيقها بشكل كامل متكامل بجميع البنى التحتية والأبراج وإلى آخره أنه توصل أول شي الهاي سبيد توصل لحد تقريباً 20 جيجا بيت بير سكند كسرعة الديلي اللي حكينا عنه طبعاً لما حكي لك 20 جيجا بيت بير سكند بحكي لك عن EMB المينمم ديلي أقل ديلي ممكن يمكن تحقيقه لحد تقريباً 5 ميلي سكند وهذا إشي كثير حلو وفي بعض الأبحاث والأوراق العلمية ترى كان عندهم طموح أن يوصلوا لـ 1 ميلي سكند فخلينا هيك نطلع إحنا أكثر من أرقام والثالثة النقطة اللي هي هاي 2 URLC والثالثة اللي هي الـ MMTC اللي هي الـ Huge Number of Devices عدد كبير جداً وكثير جداً من الأجهزة بوصل 1 مليون جهاز موجود بالـ 1 كم مربع تقيل 1 كم مربع موجود في مليون جهاز هل تتوقع مهندس في عقلية الهندسية هل يعقل وجود 1 مليون شخص إنسان بشري في 1 كم مربع أكتبوا لي نعم لا هل يعقل وجود 1 مليون شخص بني آدم في الـ 1 كم مربع هل يعقل هذا الشيء شكراً شكراً طب يلاً أصدومكو يلاً أصدومكو أصدومكو يلاً طب توكيو باليابان تتوقع يكون في 1 مليون شخص 1 كم مربع بـ توكيو باليابان هل تتوقع نعم آه أثرت عمحمود أنا شتتت محمود ممكن في الصين آه إيمان كمان شتتتها منطقياً لا ولكن في الجمعات كحفظه بارت يوجد أعداد قريبة بالـ 1 كم مربع عيسى ركز يعني 1 كم ممكن كوكب اليابان فإن كوكب صحيح طيب طيب عشان أنا أجي أحكي لكم عشان أجي أحكي لكم بـ أنا هيك شوية أحبيت أن أحكي لكم توكيو عارفين أن عدد سكانه متساعد ما بتتوقع بصراحة بالمنطق بحكي لكم بجانب منطقي بعيد عن التجربة يعني ما جربنا إحنا ولكن بالمنطق إنه 1 مليون شخص في 1 كم يعني صعب تصير فبالتالي هذا يقودك إنه إيش يا مهندس إنه الموضوع ما بتعلق في الأشخاص وما بتعلق في الموبايلات الموضوع بتعلق بالثينغز فهم بتوقعوا في غضون الـ 2030 إنه يصل عدد الأجهزة المتصلة بالأنترنت ما يقارب من 11 إلى 15 مليار جهاز connected to the internet فتخيل يعني لما أجي أحكي هذا الكلام يا مهندسين بالله عليكم إذا إحنا كلنا بعضنا بسكان الكرة رضية يعني بنوصل 8 مليار مثلا فمنين يجي الثلاثة مليار أو الأربعة مليار أو خمسة مليار المتبقية فهي عبارة عن أجهزة فبالتالي يتوقع في البيت الواحد يكون عبارة عن أكثر من 15 إلى 20 إلى 30 40 في بعض الأحيان جهاز connected to the internet تخيل الأجهزة البيتية الأجهزة المنزلية الأجهزة الموجودة في المطبخ الأجهزة الكهربائية الإلكترونية كلها تكون connected to the internet فبالتالي دايما هيك نضخم عقولنا هيك نفتح عقولنا أكثر إنه إنه البيت الواحد ممكن يحتوي على كثير من الأشياء الذكية في المستقبل القريب فهذا يخدم الأشياء الذكية وكثرتها هذا بنسموه Internet of Things البيت الواحد لما يخدم أشياء ذكية بنسميه Smart House أو Smart Home أنا بعرف صديقي اللي مهتم في الموضوع عنده نظام lighting في غرفته أو في بيته خلينا نحكي بشكل كامل نظام lighting في بيته على application على الفون مشابه فحلو حلو إنه إنه هذا إشي التطور فبصير lighting اللي في بيتك الضوء اللي في بيتك إلى آخر رحيك عنا بتفاصيلاتها إن شاء الله طيب لحد الآن تقنية الـ 5G حكينا عنها الثلاثة محاور أساسية المهمة جدا طيب طيب شو هو difference حقيقة الفرق ما بين تقنيات الـ G للرابع الـ Advanced المطور اللي هو قبل الـ 5G وتقنية الـ 5G طيب من حيث السرعة الـ Speed كان الـ 4G الطموح اللي يوصل لحد تقريبا 1 جيجابيت برسكن تمام بينما الـ 5G لحد تقريبا 20 جيجابيت برسكن وهنا فيه التطور ملحوظ في السرعة النظرية طيب ليش دائما بنحكي سرعة نظرية طيب بتسأل سؤال يطي بتسأل سؤال وهندس النوال فيه مكافأة إشي فيه جوائز وهندس النوال معصى أستاذ أحمد معصى مهندس غطان إحنا أحب عليك أن أعطوا مكافأة الله يسعدك يا رب والله كتو كريمين طيب مهندسين بتسأل سؤال المهندس القارئ اللي بيقرأ أبحاث علمية وبيقرأ رح يعرف هذا الكلام طيب أنا شو لما أقولك أنا كلمة سرعة نظرية وسرعة عملية إش بقصد فيها شو يعني سرعة عملية وسرعة نظرية كتبوا لي كتبوا لي في التعليقات من بعد ذلك سرعة نظرية أو سرعة عملية شو يعني عملي ونظري شو هذا الكلام بدي جواب أو جوابين حتى أجاوب أنا عشان وقتكم السرعة العملية تقاس بالرفع والتحميل نظرية يعني على الورق ممتاز نظرية على الورق للثروبوت السرعة العملية وراءة الظروف على الواقع يعني صنع هنا وصنع هنا وراءة الظروف على الظروف النقل أنه نظرية كحسابات على الورق تمام حل الكلام العمل يجب أن يكون فيه نسبة خطأ حلو 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 يا محمود العملية عرض الواقع صحيح عملية صار نظرية اسمية من وصف الشبكة آآ ما فهمت نظري غير العملية النظري حسب على الورق العملية عرض الواقع ممكن يختلف سوى الظروف المحيطة والأجهز آيوة مين هات جاوب هات جاوب بينا مين هات الذكي عباس الله يعطيك ألف عافي عباس صحيح جوابك نعم صحيح طيب طيب ممتاز ممتاز شكرا شكرا هاي إجاباتكم الجميلة كل إجاباتكم رائعة بس في ناس touch the point يعني لمس خلينيحكي لبس الإجابة الصحيحة وهندسين دائما أبدا لما تسمع كلمة theoretical speed يعني سرعة نظرية وفي عندك اسمه practical speed theoretical هاي ما اللي هي اللي على الورق سيما حكيته اللي على الورق يعني الباحث الباحثين والعلماء بيكون عندهم طموح بيكون عندهم هدف بيكون عندهم شسابات على ورق نظري يعني بمعادلات رياضية معينة تطلع معهم رقم هذا بسموه سرعة نظرية لكن هل بالضرورة إن السرعة النظرية توافق السرعة العملية لا طبعا لا طبعا ولا إلهم علاقة في بعض ليش؟ لأن الواقع العملي دائما يحمل في طياته الكثير من المتغيرات إلى حدد الأبراج وعدد الأجهزة وهل أنت لحالك شابك على الشبكة أم هناك عدد كثير من الأشخاص شابك على الشبكة بخصوص بخصوص الشنل كوندشن يعني منسميه ظروف القناة الاتصالاتية اللي بتم توزيعها هل هي هل هي ظروف يعني جيدة أم ظروف سيئة يعني هل هناك نويز كثير أم هناك نويز قليل هو في تداخل في الإشارات ما في الداخل في الإشارات كمان كثير جدا من المتغيرات قد تحكم هذه القضية لذلك لذلك السرعة النظرية شيء والسرعة العملية شيء آخر لذلك ممكن أقول لك أنا الآن 20 جيجا بيت بر سكند للفايف جي حاليا كنظري لكن كعملي عرض الواقع بالفايف جي نانستاند المطبق قد يصل لغاية يعني 200-200 300 ميجا بيت بر سكند لاحظ الفرق الشاسع العظيم هون بقول لك أنا الفور جي أدفانس مو بتوصل 1 جيجا بيت بر سكند لكن عرض الواقع ممكن الفور جي أدفانس توصل لحد يعني ممكن توصل لحد 100 ميجا بيت بر سكند فالمقصد إنه هناك فرق وحلو نلفت الانتباع هذا الموضوع طيب إلا تنسي يعني ديلي يعني تأخير بالفور جي أدفانس تقريبا تقريبا 50 ميلي سكند بالفور جي بالفايف جي عفوا بتوقع من 1 ل10 ميلي سكند يكون فلاحظوا التطور إحنا قاعدين نتطور الفريكونسي بانس طبعا هون الفور جي أدفانس كانت بلو الستة جيجا هيرتز لما نحكي عن الفايف جي بنحكي عن سب سكس جي وبنحكي عن مليميتر ويف يعني بنحكي عن تردات كبيرة جدا لما نحكي عن مليميتر ويف ترده تقريبا بين 24 جيجا لتقريبا 52 جيجا هيرتز فتردات عالية جدا التكنولوجي إنهانس اللي هي شو التقنيات المستخدمة استخدمنا بالفور جي أدفانس تقنية مهمة جدا اسمها الكارير أجريكيشن واستخدمنا الفور جي تقريبا هاير أوردر أوف مايمو يعني استخدمنا تقريبا ثمانية 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 مايمو أو ستعشر مايمو أما بالفور جي فكان في عندي إشي اسمه تقنية اسمها الماثب مايمو فهي 64T 64R البيم فورمينج تقنية التشكيل الإشعاعي والنيو ريديو وهي إنه بصير في عندك انفراستركتشار معين أو بنية تحتية معينة تكية يعني كهوائي لن يصبح يعني الهوائي اللي كان يفيدنا في تقنية الفور جي ما رح نعتبد عليه بالكلية بتقنية الفور جي حيصير فيه هوائي ذكي اليوز كيسز بتحقق جزء من الانهانس موبايل برودباند اللي هو السرعات العالية بالفور جي الميديا ستريمينج انتم شايفين الميديا ستريمينج عرض الواقع الفور جي رح تدعم الاي او تي رح تدعم الور الالسي والم ام تي سي وكثير من الخدمات اللي ذكرناها سابقا أما بالنسبة التنفيذ عرض الواقع فالفور جي ادفانس رح تحتمد على نفس الشبكات او البنى التحتية لشبكات الجيل الرابع وهذا اللي صار انه ما اخذ وقت طويل ان نركبها بينما الفايف جي رح تصير في بنية تحتية اكثر في بعض الاحيان لما ننتقل للفايف جي ستاندالون رح نصير بحاجة لكور تام المفصول خاص بالفايف جي وغير وغيراته فالديبلويمنت بختلف انا بهمني تعرفوا انه عملية التنفيذ تختلف الانيرجي افشنسي عملية استهلاك الطاقة او ترشيد في استهلاك الطاقة الفور جي طبعا ادفانس كان مطور عن الفور جي يعني رشت في استهلاك الطاقة اكثر بينما الفايف جي رح يصير في عين التحسين بشكل كامل 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 لموضوع الطاقة وهذا يعني من الكلام الذي يطول شرحه في قد ان ممكن استعرضه في ورشات يعني قادمة حتى نوضح ونفصل في الموضوع طبعا اذا هيك عرفنا الفرق بين الفور جي ادفانس والفايف جي طبعا حقيقة هذا الكلام قلنا سابقا بس منحب ايش نرجع نكرره الفايف جي قدرات الفايف جي زي ما حكينا ممكن توصل عشرة لاحظوا غاد قلنا عشرين جيجابي برساكن هون قلنا عشرة عشرة نظرية بعض الباحثين عندهم طموح للعشرة بعض الباحثين عندهم طموح عشرين ولكن نحن ننتظر ان يتحدث الواقع احنا بدنا لسان الواقع لسان ارض الواقع تتحدث عشان نعتمد رقم معين لكن بموضوع الثيرتكل عادة يكون في اختلافات بالطموح والاهداف بسبيكترم ايفيشنسي عملية الاستغلال للطيف الترددي وادارته بطريقة اكثر كفاءة بثلاث اضعاف في الجيل الرابع موضوع البيشنسي زي ما حكينا ترشيد في استهلاك البيشنسي تقريبا مئة ضعف افضل من الجيل الرابع حكينا في واحد مليون جهاز سيكونوا متواصلين بالكيلومتر المربع الواحد واحد ميلي سكن الدلي الموبيليتي عملية يعني الموبيليتي التحرك التنقل يعني كان يفيد او يخدم الفور جي بالعادة لحتى تنقل يعني اذا جاز ان التعبير نقول مئة وعشرين كيلومتر بالساعة بينما شبكات الجيل الخامس رح تصير الموبيليتي عندها تخدم خمسمائة كيلومتر بالساعة فما توقع في سيارة بالكون بتمشي بخمسمائة كيلومتر بالساعة فبالتالي هذا يفتح مجال لموضوع الطيارات طيارات والهوليكابتر زي القطارات فصار عندي موضوع مهندسين قاعدين نكبر قاعدين نضخم قاعدين طموح سقف الطموح كاعدين كبر هذا كنتعرف وهاي الصورة العالمين بتفيد كم في الخدمات اللي حكينا عنها EMBB URLC MMTC وصارت شبكة 5G ذكية انها شو انت بدك هي تعطيك فاذا انت بدك هي بس URLC شو التطبيق اللي انت بتستخدمه شو انا بعطيك طيب هذا هو الذكاء بعينه اما بالنسبة مهندسين لتطبيقات 5G حتى نحرك الوضع تطبيقات 5G اكتبوا لي شو تطبيقات 5G يلا تطبيقات 5G يلا مهندسين شو هي تطبيقات 5G مهندسين اذا قاعدين تسمعوني بتكتبوني ما هي تطبيقات 5G شو التطبيقات الفاعلة لل5G شو تتوقعوا بس لو تكتبون لو تكتبون بالتعليقات بكون افضل بعد اذنكم مهندسين الجميع معي انا مش شايف حدا بكتب نهاي الصوت مسموع مهندسين اوال صحيح يس مسموع وفي مسيجات على المشافر اطلع عندي اه متوقف انا اه 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 مدن ذكية ممتاز مسموع مهندس اه اه الGPS الGPS مهندس مهندس وعد او مهندس وعد يعني موجود منذ القدم حلو الVR ممتاز ممتاز هذا اللي بدي اصل له تطبيقات ال5G زي ما حكيته وزيادة تطبيقات ال5G يا مهندسين هي عبارة عن تطبيقات منوعة ومختلفة اول اول تطبيق من التطبيقات يا مهندسين اللي هو زي ما حكينا الخدمة الEMPB شو تطبيقات عليها اللي هي VR AR والMR Vergey Related Accumented Related Mixed Related شو هذول يا مهندس الVR عبارة عن نظارة بتلبسها على عيونك وبتعيش وبتشوف واقع افتراضي هذا الواقع الافتراضي لا تتوقع زي افلام الكرتون يعني لا تخلي في بالك انه بس افلام كرتون ممكن يكون في كثير بعرف الVR بلعب gaming بس هو يتوقع انه دايما الVR ممكن يكون افلام كرتون الواقع الافتراضي قد يكون طبيعة قد يكون شيء يدخل في الواقع الحقيقي بس بتعيش هذا الواقع بنسبة 360 درجة تطلع على السقف على يمينك على شمالك انت عايش في هذا الواقع فلاحظ كم element رح تحتاج جوه هذا الواقع معناته بدي نقل بيانات وصرعات هائلة جدا حتى تتشكل عندي هاي الأجزاء او الرسومات اللي فتخيل معي لو كان هذا الواقع لايف يعني انا الان بدي البس نظارة افتراضي نظارة الVR وادخل في سكوير في نيويورك لا والحلو مش انه هذا الشيء مسجل انه هذا الان حاليا شو قاعد يصير بتخيل كم سيارة رح تيجي كم شخص رح يمر من جنبك الشاشات هاي اللي حواليك كم رح تبدل وتشتغل شاشات اخرى الموضوع انه شو بده real time application يعني بده معالجة بيانات بالوقت الفعلي سرعة نقل بيانات بالوقت الفعلي هائل جدا هذا هو الVR باختصار شديد الAR هو عبارة عن اسقاط هو عكسه اسقاط عناصر افتراضية على الواقع الحقيقي زي لعبة البوكيمون اللي كانوا يفتحوا الكاميرا يبلشوا يلموا البوكيمون البوكيمون مش موجدات عارض الواقع لكن موجدات عشاشة التلفون زي افلام الهولوود لما تشوف الديناسور بيحكي وبتحرك كيف بتحرك هذا مش وجود أضرع عارض الواقع لكن تم عملية اسقاط عارض الواقع زي الاسنابشات لما يحط الواحد وجهه على الكاميرا ويبلش بينك وجه نحلة أو وجه أرنب هذا شي مش موجود لو تطلع على شكلك بالواقع الحقيقي ما رح لجيه لكن ما تطلع على شاشتي الموبايل هشوف هذا هذا هو طبعا هذا مش موضوع بوكيمون واسنابشات وبس الموضوع أنا بحكي لك التصميم الداخلي الناس اللي بيصنهم بيوت اللي بيصنهم البيت لما تختار أنت مثلا كنباي وتختار تدهن مثلا غرفة عندك مثلا دهان البينك مثلا زهري وتختار مثلا غرفة نوم معينة فهاي كيف تشوفها عرض الواقع هل بتلبق على غرفتك ولا لا بتتم عملية اسقاط هاي الاشياء على غرفتك مجرد ما توجه شاشة اللاب التابلت أو التلفون على الغرفة رح تظهر الغرفة بالمظهر اللي انت حتشوفه إذا اشتريت هاي الأمور وحطيتها فتخيل الموضوع الانتيرير ديساينيج وغيره وغيراته في كتير تطبيقات ولكن أنا بحب أنول الفكرة أما بالنسبة للمر فهو الميكست ريليتي فهو عبارة عن بين الفي آر والأير يعني احنا كلنا موجودين ضمن واقع افتراضي احنا لابسين نظارات موجودين كلنا في غرفة اجتماعات الآن في السعودية مثلا وكلنا قد شايفين أشياء افتراضية عرض الواقع يعني اتخيل احنا كلنا حاليا في غرفة اجتماعات في فندق معين في السعودية مثلا وفي عندنا المشروع الذي سيتم دراسته أنا قاعد أمسك برج اتصالات قدام كو قاعد أقولكم هذا هو البرج هي أجزاء البرج هذا البرج يرتبط بكذا هو البرج مش موجود ولا احنا موجودين ولا أحدا موجود لكن هذا هو الميكستر فإن شاء الله نتوقع إن شاء الله بالسنوات القادمة ممكن يكون اجتماعنا ورشتنا تكون كلنا مع بعض يعني في نفس المكان إن شاء الله هذا هو تطبيقات التطبيق الثاني اللي هو الـ IOT الـ Internet of Things اللي حكينا عنه والـ Smart City المدن الذكية زي ما حكيت أنتو يعطيكم العافية المدن الذكية هي من أحد تطبيقات طالما هاي مدنة ذكية معنى في كثير أمور راح تكون ذكية شو معنى ذكية يعني الجهاز قادر على أنه يبحث قادر على أنه يفكر قادر على أنه يتخذ قرار معنى هذا لازم يكون متصل ضمن شبكة كبيرة شو اسمها شبكة الـ 5G ما هو المعزز لشبكة الـ 5G الـ Internet فهونا بيكون الـ Internet مع 5G مع جهزة كثيرة جداً لاحظ هنا حطي لك نظام حتى التسوق النظام الـ Health Care القطاعات الصحية والمستشفيات نظام المدارس نظام تحديد المواقع وغير وغيراته كثير جداً منسي لاحظ على الصورة العليمين راح سمارت ميتر هذا هذا عداد الكهرباء العادي بس راح يصير عداد كهرباء ذكية طبعاً مش كلمة راح يصير طرح هو صار يعني موجود عداد كهرباء ذكية زمان كان يبعث جابي يروح يقطع عنك الكهرباء إذا ما دفعت الفاتورة لا هنا بكبسة زر عن بعد ممكن يقطع عنك الكهرباء ممكن يوصل عنك الكهرباء فاتورة الكهرباء باستمرار تتصدر من وإلى وهكذا موضوع الـ Parking لاحظوا Smart Parking هذا موضوع صف السيارات بطريقة ذكية Application على التلفون بوضح لك أنه في المنطقة الفلانية ترى فيه بارك فاطي والكثير جداً مصانع تصنيع السيارات تصنيع المنتجات كل هذا ما ترى عينك هو تطبيق من تطبيقات Smart City اللي هو أصلاً تطبيق من طبقات MMTC وال5G التطبيق المهم جداً جداً في تقنية 5G في حدمات URLC التأخير القليل والدليل القليل هو سيارات ذاتية القيادة هذا الشيء موجود أيضاً فيه سيارات بتم صناعتها من البداية وبحطه فيها موضوع Self-Driving أو Automated Vehicle زي سيارات Tesla حالياً الموجودة فهذه السيارة قادرة عنها فيها Bluetooth وفيها Wi-Fi وفيها قادرة فيها GPS وقادرة تتواصل مع الأقوار الصناعية قادرة تتواصل مع السيارات الأخرى الموجودة حواليها تتواصل مع الإشارة الضوئية أو بتتواصل مع محطة الوقود هذه السيارة Connected to the Internet لكن السؤال الذي يطرح نفسه ليش أنا حطيتها تحت التأخير أو الدليل لأنه هنا هذه السيارة تحتاج إلى تأخير جداً 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 قليل حتى هاي السيارة ما يصير في حوادث لأنه تخيل لو أنا كانت السيارة ماشية والآن المرق من جنبها شخص من المشاه مشي من جنبها الآن هذا الشخص المشاه إذا هي ما اتخذت القرار السريع بأنها تكبس على الكوابح وتتوقف ممكن تودي بقتل هذا الشخص لا لذلك أنا بدي أعرج عن نقطة مهمة جداً 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 وحطها ضمن 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 الاهتمام عندكم إنه في سلف درايفين في أوتوميتد فيكل في تسلا وغير تسلا موجودين حقيقة هذا الموضوع ولكن ما طبقوها بشكل فعلي عرض الواقع يعني عملوها التجربة طبقوها بالتجربة لكن ما طبقوها ليش لأنه لحد الآن ما وصل النموذج يعني دقيق وصحة 100% أنه ما بيسوي عندي حوادث أو يودي بقتل الناس زي ما أنتم شايفين في الصورة من أحد أهم كمان التطبيقات على الـ URLC الذي يطمح بتطبيقها في ختمات الـ 5G هي موضوع العمليات الجراحية عن بعد العمليات الجراحية ستدار عن بعد موضوع التشخيص المريض عن بعد ملبس المريض ساعة وبقوله روح على بيتك وأنا مباشرة هاي داتا وفيه له هذا application معين يبين أنه ملف هذا المريض حاليا نبضات قلبه تمام واموره تمام ضغط دمه تمام هو في حالة استقرار مجرد ما صار عنده إشكالية معينة هذه الساعة بتبعث مباشرة داتا بتبعث معلومات إلى الجهة المختصة وأقرب مركز صحي أنه هذا الشخص ترى وضعه خطير واحتمال نسأل الله يبعد عننا وعنكم وعن جميع أحبابكم وأحبابنا المرض ممكن هذا الشخص يتعرض لجلطة حاليا فلا بد من تدخل طبي سريع هذا الإشي موجود ومن تطبيقات خلينا نحكي الفايف جي فيما يتعلق في التأخير أو القلب طيب الماركت بخصوص الماركت السوق دائماً أي خدمة أي خدمة إحنا يعني منحكي عنها دائماً منحكي عن ماركت منحكي عن سوق السوق تبع الفايف جي عندك الماركت النمو والسوق يتوقع في حلول عام 2028 رح يتم صرف أكثر من 667 مليار دولار على الجيل الخامس وتطبيقه الموضوع الأنيوالي النمو السنوي يعني تقريباً لـ 56% في غضون من 2020 وين بالظبط سيكون فاعل أو حالياً على أرض الواقع موجود الآسيا بقارة آسيا والمحيط الأطلسي عندك في ساوث كوريا في تشاين وبجابان حالياً موجود طبعاً هذه الدول يعني هذه الدول مهنسين أول دول بتم الموضوع فيها دائماً بيستمر بحافظين على هذه المركبة بعدين أمريكا الجنوبية بعدين أوروبا سيكون حاضر ونهايةً سيكون بالميدال إيس بالشرق الأوسط وأفريقيا سيعتمدوا على إشي اسمه الاي سي تي بنسميه اللي هو الانفورميشن كومينيكيشن تكنوليجي اللي هو كل إشي بتعرفه كل إشي ذكرنا بس هو له مفهوم معين بسموه الاي سي تي هذا بالنسبة لل المناطق الأقاليم بالنسبة لل الاندسترس الادوبشن اللي هو السوق يعني 5G أين سيكون حضورها في السوق في أي قطاع أو في أي قسم أو شيء في التليكوميكيشن وزي ما أنتم عارفين بالأوتوميتف موضوع الأتمة زي زي سيارات التي ترقي هذه اللي حكينا عنها المنفاتشيرينج قطاع الصناعة وين رح يكون موجود الفهوم قطاع الصناعة وحكينا اللي هو بندرج تحت الـ IOT اللي بندرج تحت الـ Smart Things الـ Health Care في القطاع الصحي أيضا في عمليات العمليات الجراحية اللي حكينا عنها عن بعد وفي عمليات تشخيص ومراقبة صحة المريضة عن بعد هذا بالنسبة لسوق الـ 5G نهاية دائما نهاية أي ورشة بالـ 5G نحكي عن التحديات نحكي عن التحديات ليش؟ عشان لما نحكي كمان عشر سنوات بغضون الـ 2030 نحكي إنه عندي 6G أنت تان نفسك كمهندس أو أنت كمهندسة تعرفي إنه فعليا ليش بدنا 6G؟ لأنه الـ 5G مثلا فيها تحديات معينة شو أهم تحديات اللي بالـ 5G؟ أول شيء البنى التحتية بكلفة جدا الـ 5G مهندسين بحاجة لبنية تحتية يعني قد أحتاج لبناء أبراج اتصالات جديدة وأحتاج للمعدات جديدة ومتطورة ومتقدمة عن شبكات الجيل الرابع فلذلك هذا كله كوست هذا كله تكاليف فهذا التكاليف نرجع بنقول challenge فلذلك لا تتصور فقط إنه في بلدك أو في بلد أخرى إنه والله موضوع إنه بكلف أو مش بكلفه بس أنا بحكي لك هاي خطط المرسومة من قبل ناس منظمين للإتصالات في العالم إنهوا عارفين إنه في بلد معين في بلاد معينين ما رح يكون في عندهم قدرة حاليا إنه يكون في كوست شراء هذه الأجهزة security والبرايفيسي شبكات الجيل الخامس رح تضم أعداد كبيرة جدا من المعدات ومن الأجهزة اللي حكينا عنهم الـ IoT وغير وغيراته فهذا الإشي بيقودنا إنه كيف عملية الحماية رح تكون حماية البيانات وحماية خصوصية وحماية هوية المستخدم اللي معاي فهذا الإشي challenge معناته إحنا بدنا نشتغل هون أكثر على cyber security ونعد خوارزميات قوية جدا حتى نقدر نحمي هذه الشبكة فهذا يعد تحدي شبكات الجيل الخامس بتشتغل على ترددات عالية جدا 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 طالما بتشتغل على ترددات عالية معناته منطقة التقطية ستكون قليلة يعني صغيرة حتى أغطي منطقة كبيرة بدي أكثر من أبراج فرح تنتشر عندي الأبراج الكثيرة لتقطية خدمات 5G اللي هي small cells فظهر عنا اللي بيقرأ 5G بيعرف أنه ظهر عنا مفهوم macro cell micro cell vento cell اللي هي أجهزة اللي هي هنقول مناطق تقطية قليلة مناطق تقطية متوسطة مناطق تقطية كبيرة ففي ما في تجانس في مناطق تقطية لأن الترددات بتكون عالية ومتفاودة كمان التردات العالية فيها مشكلة أنه ما تستطيع أن تخترق الجدران فهذا challenge تحدي فهذا بيستوجب على العلماء والباحثين أنهم يبلشوا يفكروا بفكرة لعلاج هذه الأمور مثل التقنيات اللي اخترعوها اللي هي reflectors هي تقنيات العواكس اللي بيركبوها داخل البيت اللي لما تيجي الموجة بيحكسها بتكون زي المراي وبتحكس هذه الموجة بحيث ما يتم امتصاصها أو ما يتم تضعيف أو توهيم لهذه الإشارات يعني وكثير من التقنيات اللي ابتكرواها كذلك skill gaps مش كل الدول ولا كل المشغلين ولا كل العالم عارف كيف يتعامل مع الفايف جي فهذا أنا بدي هون ورشات بدي تدريبات سواء كانت تدريبات نظرية أم تدريبات ميدانية وهذا الشي راح يكلفني فبالتالي أيضا موضوع بناء المهارات وبناء المعارف للفايف جي ممكن يكون موضوع تحدي في مثل هذه الأمور كمان هذا موضوع تحدي إنه المعايير والتنظيمات لتقنية الفايف جي في كندا في أمريكا في ألمانيا قد تختلف عن أفريقيا وقد تختلف عن الشرق الأوسط كيف يا مهندس إحنا بالعادة لما نشتغل على 2G على 2G مثلا بنشتغل في الشرق الأوسط على 2G على باند 900 بينما قد يكون باند 1700 مثلا في كندا بيشتغل على 2G فلذلك طالما عندي المعايير قد تختلف باختلاف الدول باختلاف الطبوغرافيا باختلاف التضاريص باختلاف طبيعة المنطقة لذلك هذه الأمور تعد challenge في تطبيق لكن كلمة ما بحكي لك problem يعني مشكلة أنا بحكي لك challenge شو معنى challenge الفرق بين المشكلة والتحدي أن المشكلة هي مشكلة تحتاج إلى حل فلذلك وهنا بنبلش نحلها وهي مشكلة يعني شيء سلبي يعني كيف بدأت تعامل مع مشكلة وهنا challenge هي ليست مشكلة هي تحدي معين بدي أطبق 5G في منطقة معين لكن هناك الكثير من التحديات اللي أستطيع أنا أطور على تقنيات اللي عندي حتى أتجاوز هاي التحديات الموجودة عند وهيك يا مهندسين بنكون هنا ورشتنا الكريمة الجميلة الممتعة يعني بطمح أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الورشة وهيك بقدر أقولكم يعني ممكن إحنا نعمل هبوط من كوكب 5G إلى كوكب الأرض ونعود إلى أرض الواقع وورشتنا ونشكركم جميعا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم أموركم تمام والجميع معلومات جميلة بارك الله فيكم شكرا جزيلا لكم دائما شكرا جزيلا على أستاذ أحمد تفضل أستاذ أحمد شكرا جزيلا عندي السيف على هاي المعلومات القيمة جميلة جدا اللي استمتعنا فيها وبصراحة بالفعل كنا بكوكب مختلف تماما عن أرض الواقع شكرا المهندس على المعلومات الممتعة يعيشتنا إياها ونتمنى الفائدة للجميع شكرا جزيلا لنقاط المهندسين السوريين والحضور الكريم اللي بالفعل كان متفاعل بشكل كتير كبير ويعطيكم ألف عافية جميعا مهندس سيف نستأذنك إذا فيه أي سؤال من الحضور بس لو لمدة عشر دقائق بس ما عندي مشكلة تفضلوا 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 السادسة فيه أي سؤال حدا حابب يسأل ونفتح المايك الساز عمار تفتحونا المايكات فتحنا المايكات إن شاء الحال ما عندي السابق فيه زملاء رفعين إيدي هون إذا مهندس بتحب أنت تبلش تسأل مين بحب يسأل آه طبعا تفضل المهندس الصفاء تفضلي تفضلي بسمعك المهندس المهندس صفاء العلي إذا رفع إيدك عشان تسأل تفضلي أم بسمعك السادسة الصفاء عبدالجبار عزيز تفضل هاي مايك مفتوح المهندس السادسة تمام تمام أشكرك تفضلي مهندس عبدالجبار عم بسمعك تفضل شكرا 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 أنا ما عندي سهل أهلا وسهلا أهلا طيب تمام تفضل تمام بس الخير سهل سهل أهلا 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 شكرا إليك على المحاضر الحلوي الله يساعدك يا رب أنت الأحلى بس هل أنت قلت المقارنة بين الفورجي والفايف جي نعم الفورجي يعني أنه السقف تابعهم كان واحد جيجا وصلوا فيه لحدود المية نعم بالفايف جي حطين سقف السرعة للعشرين جيجا ما ما يحسن يوصلوا أكتر من ثلاث مية اللي تحضرتك نعم يعني شو السببب اللي خلى أنه المردود تابعه تقريبا عشرة بالمية من المسبي اللي كانوا بيتمحولها بينما بالفايف جي المردود كان كتير قليل يعني حطين هني سقف عشرين جيجا ما حصني وسط غير لتلاتمائة مية تمام حس أنا تمام فيني أجاوبك مهندسنا الكريم خلينا أجاوبك على الفورجي والفورجي أدفانس ليش الفايف جي لحد الآن لحد الآن أول شي مش مطبق يعني قاعدين بيشتغلوا الدول على تطبيقه هذا واقع والواقع الثاني إنه الفايف جي حقيقة هو ينقسم الانقسامين من حيث الاعتمادية إنه شبكات stand alone ونان stand alone يعني شبكات بتعتمد على الجيل الرابع في تشغيلها وشبكات لا تعتمد على الجيل الرابع في تشغيلها فهنا الشرق الأوسط حاليا مش كل الدول هتا بهمني نتفق على هذه النقطة الآن القضية وين القضية وين الفرق بين دائما بين السرعة النظرية والعملية أستاذ الكريم بيرتبط بالبيئة اللي انت عايش فيها يعني مثلا لو أنا في برج انت صلاة قاعد بيغطي منطقة هذه المنطقة حاليا حاليا وأنا وياك عم نحكي مع بعض فيها تقريبا عشرين شخص عشرين شخص هذول عشرين شخص بطبيعة هذه المنطقة بيحتاجوا لمكالمات صوتية أول شي عدد الأشخاص حكمني وثاني شي الخدمة اللي بدهم إياها حكمتني فهنا هذول بنخدم في سرعة معينة يعني ممكن يكون لهم سرعات حالية جدا لأنه مو هالخدمة الشغل الكبير اللي طالبينها وعددهم مو كثير لكن تخيل معي لو في منطقة معينة هذه المنطقة لنفترض أنه فيها ألف شخص والألف شخص منهم شخص بشاهد مباراة لايف وشخص قاعد يحضر يوتيوب وشخص بشتغل على مشروع معين على أبليكيشن معين بشبك بالأنترنت بديو رنينج في بعض الأيام الرنينج بقعد ثلاث أيام يعني قضية أنه هذول الأشخاص بدهم داتا كثير كبير فهون لا هون بصير في عندي downgrade بصير في عندي مش قادر أعطيهم سرعات عالية فالسؤال الذي يطرح نفسه موضوع دائما السرعة النظرية تحكمها ظروف مثالية تمام تمام لكن يعني كيف كمان أوضح كيف الظروف المثالية يعني بين المستقبل والمرسل يعني ما أقول لك فيه إش اسمه free space path loss يعني هو عبارة عن فقط نوع من الخسارة اللي هو الخسارة المعتمدة على بعد المسافة إذا جاز إنا التعبير نحكي باللغة العامية بينما بينما بالواقع العادي ما في حنتي بس في free space path loss الخسارة عن طريق الفراغ أو عن طريق البعد لا أنا عندي سيارات بالنص تتحرك فهذه ممكن تعكس الإشارات عندي أشجار هذه ممكن تعمل تشدت للإشارة ممكن أتواجد في حافة هذه الناطحة وابتصل لعندي فالمقصد أنه الظروف المثالية له سرعات فاللي حكيت لك يا الواحد جيجا العشرين جيجا هذه تحت ظروف مثالية لكن فعليا على أرض الواقع تختلف بمتغيرات كثيرة وهذه المتغيرات ليست ثابتة بإسمهم متغيرات شكرا إلا أستاذ شكرا أستاذي شكرا كتير يعني لو أنا وإياك هون بقول لك وهي نحكي channel condition يعني أنت موجود في منطقة ما فيها تشويش ما فيها تداخل إشارات منطقتك ممتازة وقريب من البرج هون بقدر أقول لك ممكن توصل لحد تقريبا عشر رقيقة تمام شكرا شكرا لك طيب أنا مش قادر بس أستاذ أحمد لو تعرف الاسم أنا مش قادر ألفظه شابان شابان شعبان 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 صح شعبان 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 نعم آه مهندس شعبان يسعدك حبيبي نحنا لدينا معلومات عن أنه تقنية 5G هي تمدت على تقسيم الاستطاعة تقسيم يا ترى هذا التقسيم يا ترى هذا التقسيم له علاقة نحنا يا ريد بتمنى يكتب بحلي أكتر عن موضوع التجهيزات المادية الأبراج اللي بتخص شبكة 5G موضوع التغذية الكهربائية موضوع الكتالوكات المستخدمة بالتغطي بالأبراج في هالقصص صحيح هسا هسا إذا أنا فهمتك 100% صحيح موضوع تقسيم الاستطاعة خلينا أحكي لك يا بالعربي يعني قصدك أنه المستخدم القريب من البرج بنعطيه باور أقل لأنه قريب والمستخدم البعيد بعطيه باور أعلى هيك قصدك شيء من هذا القبيل صحيح نعم نعم آه صحيح هو صحيح فعليا صحيح صدقت تقنيات 5G بتشتغل على إشي اسمه بنسمي باللغة الإنجليزية Power Control التحكم في الPower بتشتغل على Multiple Access تكنيك اسمها Non-Orthogical Multiple Access اللي بنسميها Noma وهي بتأخذ شيء من هذا المعنى صحيح تعمل بهذه الأمور هذه الأمور قد تؤثر على التجهيزات طبعا أكيد بتأثر على التجهيزات لذلك أنا حكيت في الورشة مهندس إنه راح يصير في عندك ليس فقط الهوائي الذكي عفوا الهوائي اللي يستخدم حاليا بال2G وال3G وال4G راح يصير فيه هوائي مختص يخدم خاص لل5G هذا الهوائي ذكي أكثر بحيث إنه هذا الهوائي ليست فقط هو هو هوائي يستقبل الإشارات يعني بيستقبل موجة الكهروميغنطسية بيحول الكهربائية وبيأخذ الكهربائية بيحول الكهربائية رايح جاي لا مش بس هيك الموضوع إنه نفس الهوائي هذا موجود في من الخلف موجود في وحدة الراديو العادة بال2G وال3G وال4G كانت وحدة الراديو مفصولة عن الهوائي إما بتكون يعني تحته أو بتكون بشلتر موجودة في كبينة خاصة بشلتر اللي بيخدم هذا الموقع لكن في ال5G حيكون نوع الهوائي اللي بنسميه الAAU حيكون عبارة عن وحدة الهوائي بالإضافة لوحدة الراديو موجودة في وانت عارف إنه وحدة الراديو بتعمل تضخيم للإشارة بعض الأحيان بتعمل معالجة للإشارة في بعض الأحيان الأخرى بتعمل عملية الفلتر فبالتالي هذا بيعد إنه هاي تجهيزة هتختلف كمان في تجهيزة ثانية مهمة اللي هي اسمها عقل البرج اللي هي عملية البروستسينج والمعالجة بتتم فيها اللي هي بنسميها إحنا وحدة بعالم هواوي بنسميها البايسباند يونيت اللي هي وحدة المركزية وحدة القاعدة المركزية اللي هي هاي هاي التجهيزة نفسها هتختلف لأنه هي التجهيزة هاي بتركب عليها زي الكروت هاي الكروت لازم تكون متقدمة لازم تكون مطورة حتى تتفاعل عندي خدمة الفايف جي يعني هذي تقريبا بالإضافة زي ما حكيت لك أنا وياك حكينا واتفقنا أنه طالما بنشتغل على التردات عالية كثير معناته مش هيكون خلينا نحكي إذا بدي أغطي منطقة كبيرة بدي يكون في عندها عدة هوائيات أو عدة أبراج فبالتالي أكيد هتختلف هتختلف البنية التحتية كاملة يا مهندس شعبان يعطيك العقل ستاس شكرا فيه الله يعفو قديما ولا جديدة طبع طيب وأستاذ أحمد هيك ما أتوقع ضل أسئلة للشباب لا سيد أسامة مساء الخير مساء النور يا أهله سهلة فيك طبعا في نانساند ألون وستاند ألون في 5G في نانساند ألون بنا نعتمد على تقنية 4G هل بيكفي عدد الأبراج بال4G لخدمة 5G شكرا قصدك قصدك إنه إذا بدي أفعل 5G لل4G طيب حسا هو مش قضية أبراج تمام آه حسا أخوي مهندس أسامة حسا الموضوع إنه كيف تتخيل الموضوع أنا بدي أجيب هوائي معين اسمه AAU هي هو أصغر من الهوائي الكبير أصغر منه هحطه بجنب الهوائي الكبير تمام سيكون فيه وحدة راديو خاص فيه سيكون فيه وحدة عقل برج خاص فيها موجودة في الموقع تخدم 5G الموضوع كله سيصير مفصول يعني ستشوف بعينك إنه هذا 4G هذا 2G 3G 4G هذا 5G مفصول عينا مفصول لكن وين الموضوع بصير بالكور الكور اللي بتخدم 4G بنسميها EPC هتكون EPC وحدة يعني الغرفة الخادمة يعني خنقول العقل الكبير الغرفة هتكون وحدة كثمتين هيروحوا ع نفس الغرفة هاي هيك بتتخيل الموضوع بالback بالback end هتتخيله مجموع بس بالfront end لما تطلع بعينك عالبرج لا هتشوف هذي يمين وهذي شمال وصلت الفكرة تمام هل بكفي عدد الأبراج بال4G هل بكفي عدد الأبراج بال4G للخدمة 5G باعتبار أنه تحكي بترددات أعلى بكتير لا ما بكفي ممكن اعتمد عليهم وأكثر كمان ممكن اكثر بدي ازيد يعني طبعا بدي ازيد لأنه أنا تردداتي عالية ممكن أستخدم هذا البرج بدعم 4G بدي أركب عليه 5G بس كمان بعد مسافة معينة لا بدي برج صغير بدي أركب فوق بناية عشان كمان يغطي الشارع اللي بعده أو الحي اللي بعده فأكيد بحاجة لهذه الأمور تمام سيد من يسعدك حبيبي في حد عنده أي سؤال أي سؤال مواندي السيف عن لسان عن لسان أستاذ رتفان حاتم هل سبق أو أن أجري عمليات جراحية عن بعض والله صدقا صدقا ما تثبت من الموضوع بشكل واقعي للأمانة حتى أجاوب لكن هو مطروح وموضوع على الطاول للموضوع عشان نتخيل الموضوع كيف هم بتخيلوه أنه ستكون إيد روبوت هو هذا الروبوت سيتم إدارته عن طريق شخص موجود في دولة أخرى حتى يعمل هذه العملية هل هذا فكرة موجودة لكن هل يعني صدقا ما بعرف يعني ما عندي معلومة جميل جدا طيب سؤال أخير لو سمحت كمان عن اللسان الأستاذة فاطيمة يوسف عم بتقول لو سمحت ممكن يكون في ملف تلخيص عن الورشة لنستفيد منها قدر الإمكان ما عندي أي مشكلة بخدمتكم بس في إشي حلو أنه هذه الورشة مسجلة حاليا ورح تنزل إن شاء الله بالقريب العاجل على اليوتيوب فبإمكانكم بتحضروها بأي وقت وتلخصوا تلخيصكم الخاص لأنه بعض الأحيان لم يكن في تلخيص موحد للجميع ممكن البشر بتفاوتوا في العقول وكيفية استجابة المعلومات فبتخيل إذا كان فيديو موجود على اليوتيوب تحضر هذه الورشة وتعمل تلخيصك الخاص فيك اللي له نكهتك الخاصة توقع يكون أفضل ومنه كمان نحن نوعد زملائنا أنه رح نحط على رابط الورشة لاحقا رابط اليوتيوب عفوا اللي هو ملخص عن الورشة على القروب الخاص ورح نتواصل مع حضراتكم للتأكيد بلكن تستفيدوا قدر المستطاع من هاي الجلسة شكرا جزيلا المهندس سيف بكل المعلومات الغنية اللي اعطانا إياها شكرا جزيلا لحسن المتابعة من زملائنا بنقابة المهندسين السوريين على أمل اللقاء القادم إن شاء الله قريبا لنقدم كمان مادة علمية جديدة ممتعة مع أكاديمية اتصالاتي شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية وكل شهر وانتو ألف خير يا رب يعطيكم ألف عافية جميعا شكرا لكم